لاحظوا قمنا بإنشاء ريسيبي فقط فيها تايتل وديسكريبشن ويمكن الآن أن نضيف محتوى لكن قبل إضافة المحتوى سأقوم بإلغاء هذا قبل إضافة المحتوى سأذهب إلى السيتينجز هنا وإلى الـ API توكن وأقوم بإنشاء توكن جديد هنا سأسميه ريسيبي توكن طبعا لا مشكلة سنقوم بتغيير هذا طبعا سنجعله سبعة أيام والتيب له سنكتب مخصص وSave طبعا الآن سأقوم بجنريت لهذا يمكننا أن نحتفظ به أو نلغي سأقوم برجنريت له لاحقا لكن لا مشكلة بهذا الموضوع الفكرة الآن هو أن هنا بالريسيبي لاحظوا بالبرميشن بالريسيبي نحن سنعطيه كل البرميشن حاليا وسأقوم بSave وكل الصلاحيات يعني فالآن لو قمت أنا بنقل مثلا على Find هنا وقمت بنقل على هذا الجير الموجود هنا لاحظوا ستجد أن نقطة الAPI التي صنعتها لنا صنعتها لنا سترابي هي API Recipe فبالتالي أنا لو ذهبت إلى موقعي هنا دعوني أقوم بنسخ هذا أو هنا نفس هنا في هذا المكان أين هي نقطة الAPI هذه إذا نسخت هذه النقطة وذهبت إلى بهذا الشكل ذهبت إلى Localhost رقم البورد ثم API Recipes وإنتا لاحظوا سيقول لدينا Forbidden فسنذهب إلى البرميشن هنا والرولز وهنا في الPublic سأقوم بتعديل هذا وبالنسبة للRecipe مرة أخرى سأقوم بجعل الPublic يستطيع أو أي إنسان يستطيع أن يرى كل الوصفات لاحظوا هذه نقاط الوصفة هنا وأيضا أن يجد وصفة واحدة سأقوم بالSave فإذن الآن هنا إذا قمنا بالعرض هكذا لاحظوا سنجد أنه حصلنا على Data ولكن فارغة إذن Data فارغة والسبب أنها فارغة لماذا؟ لأن كل بساطة لم ندخل أي Data فإذا أردت إدخال Data فإذن مرة أخرى نذهب إلى هنا ونذهب إلى الأعلى Content Manager وسنقوم بCreate Content والContent سيكون بالRecipe فإذن سأقوم بCreate New Entry وهنا يمكن أن نضيف Title وأضيف Description فيمكن أن نضيف وصفة الآن الRecipe مثلا أكتب أو مثلا أكتب وصفة جديدة الآن وهنا أكتب هذا وصف جديد للوصفة فالآن Save وسأقوم بالغاء هذا Save فإذن الآن مرة أخرى لو ذهبت إلى هنا وتحديث لن يظهر لي أي شيء لماذا؟ برأيكم السبب أنني يجب أن أكتب Publish أو نشر ومرة أخرى تحديث فإذن لاحظوا ظهرت لي الوصفة فإذن هذه الData وهذه طبعا إذا أردت أن أعرضها بطريقة بهذا الشكل لاحظوا تظهر بصيغة Jason فإذن هذا هو Jason أو بهذا الشكل المرتب أيضا Jason ولكن بشكل مرتب يعني فإذن هنا title وصفة جديدة هذا وصف جديد للوصفة لكن هناك حقول أخرى أنا لم أقم بإضافتها وتم إضافتها بشكل أوتوماتيكي مع هذه الوصفة فإذن ما هذه الحقول بداية الوقت تاريخ الإنشاء تم إنشاءه بشكل أوتوماتيكي وقت التحديث تم إضافته بشكل أوتوماتيكي والوقت النشر الوقت الذي تم فعليا نشر في هذه الوصفة فإذن هذه الحقول أنا لا أحتاج أن أقوم بإدارتها لأن بكل بساطة استثابي هذه من فوائدها أنها تقوم بالقيام أو ميزاتها تقوم بإدارة هذه الحقول بنفسها وإضافتها وإضافتها وإضافة التاريخ لها يعني كلما أقوم بتعديل هذا فمثلا لو نتهبنا هنا وكتبت وصفة جديدة واحد أو زيرو وسيف فإذن الآن هنا هذا الرقم سيتغير فإذن تحديث فإذن لاحظه تغير جيد فإذن هي تقوم بتغييره بشكل لوحدها يعني بشكل أوتوماتيكي وهذا شيء جيد فإذا أردت أن أصل لهذه الوصفة بشكل أحادي يعني ليس كل الوصفات تعالوا نضيف وصفة جديدة أولا في ذنبري سيبي واد نيو انتري وسأكتب وصفة رقم اثنين وسأكتب هنا وصفة وكذا وسب وأيضا فإذن ذهبت إلى كل الريسيبي الآن ستظهر لي واحد واثنين لكن إذا أردت مثلا أن أكون بعرض فقط الوصفة رقم واحد وأكتب بهذا الشكل أكتب بهذا الشكل واحد تظهر لي الوصفة رقم واحد إذا أردت الوصفة رقم اثنين بهذا الشكل اثنين تظهر لي الوصفة رقم اثنين فإذن ممتاز الآن قمنا بإختبار من خلال يمكن أيضا أن نقوم من خلال هذا الموقع أو من خلال هذه البرمجية التي قمنا بتثبيتها إنسوميا فإذن الآن سنذهب ونقوم بإضافة بروجيكت جديدة يمكن أن نضيف بروجيكت جديدة هنا فإذن فيمكن أن أسمي هذه البروجيكت مثلا ريسيبي هيبي توتوريال فإذن هذه الوصفة هذه البروجيكت سأقوم ب نيو كوليكشن وسأكتب هنا ابي اي ريكوست أو نفس الشيء ريسيبي ريسيبي ابي اي ريكوست فإذن كريايت فإذن ها هي فإذن الآن يمكن أن أقوم بالنقر على نيو ايش تي تي بي ريكوست وهذا الريكوست سأقوم مباشرة سأقوم بإعادة تسميته وسأسميه جيت او ريكوست طبعا لا دعا للقيام بكل هذه الخطوات لكن أنا أقوم فيه أقوم بها حتى يكون كنت شيء مرتب لي أو جيت او ريسيبي فإذن ها هو أما بالنسبة للرابط لهذا فإذن ما هو أقوم بأخذه من هنا بهذا الشكل لكن بدون اثنين فقط get all recipe فإذن الآن لو قمت في start لاحظوا سيجلب لي كل الريسيبي فإذن ها هي فإذن ها هي الريسيبي لاحظوا ظهرت لي لاحظوا كيفية structure بالموضوع لدينا هنا data لدينا object ثم لدينا data ال data عبارة عن array وكل recipe هي عبارة عن object فيها ID ولديها لديها ID يعني معرف مميز لاحظوا سترابي تضيفه بشكل أوتوماتيكي أنا لم أقوم بإضافته وأيضا attributes التي هي title description وهذه الحقول الإضافية التي تحدثت عنها فهذه الطريقة الترتيب وهذه كتابة بهذا الشكل اسمه jason فإذن إذا كنت تعرف javascript هي نفسها javascript object لكن الفرق بjason أن كل شيء يجب أن يكون محاط بالdouble quotation mark فإذن هذا هي jason فإذن لنتحدث عن jason قليلا أو قبل أن نتحدث عن jason دعونا نقوم بإضافة request جديد فإذن هنا سأضيف request جديد وسأعيد تسميته مباشرة سأسميه هنا get one recipe والtitle أو ال URL الخاص بها أو نقطة API هذا فإذن لاحظوا أنا كتبت واحد لكن قال لي واحد غير موجود لماذا يا ترى؟ لأن بكل بساطة أنا كتبت slash واحد وليس يعني two slashes خطأ فإذن الآن ظهرت لي هذه فإذن هذه get one recipe فإذن ممتاز جيد جدا فإذن لنتحدث قليلا عن jason كما قلت أن هذه الدروس تعطيك فكرة واضحة عن كثير من الأشياء وليس فقط عن الموضوع الأساسي هدف من الموضوع أن يتم نقلك من فكرة أنك تفكر أن أنا أريد أن أستهلك هذه التقنيات لفكرة أنك تفهم مفهوم هذه التقنيات حيث يمكنك في المستقبل إنشاء تقنيات أنت تقوم بها لأنك تفهم الفكرة فإذن لنذهب إلى هنا فإذن موضوع jason سهل جدا يعني هو عبارة عن object object javascript object لكن javascript object فيها key وvalue صحيح؟ بالنسبة لjason أن يجب كل key محاط ب double quotation mark وكل value محاطة ب double quotation mark جيد؟ فإذن هذه الفكرة رقم واحد أما الفكرة رقم اثنين ب jason تعالوني أمسح كل شيء الفكرة رقم اثنين أن مثلا ب jason كتبت key واحد و value واحد و key اثنين و هذه ال value اثنين و key ثلاثة و value ثلاثة جيد؟ فإذن هذا ب jason فإذن الخطوة الأولى هو أن تضع quotation mark double quotation mark وهنا لدينا comma و quotation mark و comma و quotation mark إذن الآن هل نضع comma؟ هل نضع comma؟ هنا هل نضع comma؟ خطأ فإذن هذا ب jason يعطيك خطأ في العنصر الأخير يجب أن لا تضع له comma جيد؟ وفكرة jason أن كل شيء محاط بكل شيء محاط ب curly bracket إذا كنت تريد أن تجلب data مثلا data لدينا array فإذا تكتب data double quotation mark double و ليس single و ثم هكذا هذه array array فيها object تضع object هنا إذا كان فيها object واحدة لا تضع comma في النهاية أما إذا كان فيها object بعدها فتضع comma جيد؟ لا أعتقد هذا مرتب لكن أنا أتكلم وأنت تشاهد فربما يكون مرتب فأعذروني على عدم الترتيب فإذا مرة أخرى فهكذا data هي عبارة عن array جيد ففيها object فإذا هنا هذه object key و value ثم هنا comma هذه object أخرى key و value تغلق data وثم تغلق كل json object الأخيرة لا تضع لها comma فإذا هذه هي أساسيات json فإذا انتهينا منها تعلمت الآن json فإذا هذه الفكرة هنا نفسها فإذا هنا لدينا object ولدينا data ولدينا data هي عبارة بحالة getAllRecipe data هي عبارة عن array فإذا لاحظوا فإذا كل object تنتهي ب comma إلا الأخيرة لا يوجد فيها comma فإنتهينا من هذا الموضوع الآن ننتقل الموضوع الذي بعده ترجمة نانسي قنقر